السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم برة أخرى أيها السابقون أسأل الله عز وجل لأن تعالوا الهمم وإن إحنا فعلا من النهاردة تبتدي معنا مرحلة جديدة خالص نهاردة الحلقة لكم 14 يعني دخلين على ليلة 15 رمضان فربنا يبارف فيكم جميعنا رب العالمين والهمم تعالوا عدى نص رمضان يا جماعة وفاضل نصه وإلحقوا نفسكو لعن لو عسى ربنا يكرمنا ويعتق رقابنا من النار وزي ما قلتلك قبل كده لو عتق رقابتك مرة فلن يأسلك بالمرة تقول لي ما ممكن يعتق رقابتي وأجي بعد رمضان أعف الزنوب والمعاصر أقول لك ما تخافش وتطمن من كمال عدق المولى عز وجل لرقابنا جميعا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى لو أنت وقعت في معصية بعد رمضان هيوفقك للتوبة إنه محدش فينا معصوم العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فسبحان الله يعني أيام جميلة ويعني نازم المسلم يغتنمها ويكون عنده هم عالية جدا إن أكبر قدر من الحسنات حصلها في الشهر ده أكبر قدر من الاستغفار أكبر قدر من الصلوات من قراءة الكرآن من الذكر من الفعل الخيرات من الصدقات من الأعمال الخيرية يعملها في هذا الشهر الكريم مبارك لعله وعسى ربنا يكرمك تفوز بليلة القدر تخيل حضرتك لو فوز بليلة القدر يعني سنة واحدة ونباس على السلام يقول يعني المولى عز وجل يقول ليلة القدر خير خير مش زيها خير من ألف شهر ألف شهر يعني أربعة وثمانين سنة وكم شهر لا 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 ده أفضل منها وطالما المولى عز وجل قال لك خير إذا ما متعفش الخير لفئة دي لأن الصيام والقيام يحتاجان إلى الصبر والمولى عز وجل قال عن أهل الصبر إنما يوفى الصبرون أجلهم بغير حساب يصب عليهم الخير صبا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من أهل الصبر الذين يغضق المولى عز وجل عليهم الخير بغير حساب يوم القيامة اللهم أمين تعالوا نكمل يا جماعة مع موضوع السابقين مع الناس أصحاب الهمم العليان قلنا إن إحنا عايزين همتنا تعلم يوم بعد يوم أوعد تحتقر نفسك قول إن شاء الله من النهاردة أنا هبقى أفضل مسلم على وجل الأرض إن شاء الله من النهاردة أنا أكتر واحد هقدم خدمات لهذا الدين العظيم وقوعد قول هو يعني جات علي أنا ما هو لو كل واحد قال هي جات علي أنا إلا لا حدش هيقدم أي حاجة لهذا الدين العظيم لكن قول إن شاء الله النهاردة أكون جدار عظيم جدا يحول بين أعداء الإسلام وبين الإسلام إن شاء الله من النهاردة هكون لبنة في جدار هذا الدين إن شاء الله من النهاردة هكون أول من ينصر هذا الدين وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين ربنا بير فيكم يا رب العالمين تعالوا نشوف مثال جميل جدا النهاردة إن شاء الله مثال لسيدنا أبو هريرة مثال جميل في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله أبو هريرة رضي الله عن ورضاه صاحب النبي كم سنة جماعة حد فاكر أربع سنين أربع سنين فقط لأن أبو هرائلة دوسي من قابلية دوس قابلية دوس دي كان آخر قبيلة أو من آخر القبيل اللي جات حتى تسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هرائلة في ميزان حسنات الطفيل ابن عمر الدوسي لو تفتكروا في بداية الإسلام الطفيل ابن عمر الدوسي ده كان سيدا في قابلية دوس من بلاد اليمن فالطفيل اللي لم نجيه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني هو طبعا ما كانش جاي للنبي مخصوصة وكان جاي حج مع المشركين والمشركين كان بيحجوا أكر بيحجوا بس حج يعني على شكل تاني خالص يعني كانوا يلبون أيضا كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه هو مملك فكانوا يشركوا الأصنام والأنداد مع الله عز وجل فالمهم جاء الطفيل من العمل الدوسية وطبعا مشركين مكة قاعدين متاهبين أوه حد ييجي من بره مكة ويخش على محمد صلى الله عليه وسلم فيسلم فتبقى مشكلة بالنسبة لنا فالمهم طبعا أول مجيه الطفيل راحوا مستلمينه أوه احذر من محمد فإنه ساحل وكاهل وشاعر ومجنون وكذا 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 يفرق بين الرجل وامرأتي ويفرق بين الأب وبين أولادي ويفرق بين الصاحب وبين صاحبي أوه اتقرب له فالطفيل من العمل الدوسية عمل ايه؟ رحاتت الكرصف ايه الكرصف ده اللي هو القطن رح حطه في ودانه قال خلاص عشان ما اسمعش منه ولا كلمة ولا يسمعنه ولا اقول له اي حاجة ورح معدي وطاف حوالين الكعبة وهو بيطوف بيقول ايه؟ قل بالك بقى من كلام الطفيل بيقول فأبى الله إلا أن يسمعني من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا مع السلام كان وقف يصلي حوالين الكعبة والطفيل ابن عمل الدوسي واقف بعمال بيطوف حوالين الكعبة وفجأة سمع كلام الكرآن ينساب من بين ثنايا من أنزل عليه الكرآن بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم خال حضرتك لما بتكون فيه إمام صوته حلوة في المزج بتقول الله ده أنا نفسي ما يخلص ومن لو سمعت الكرآن من ثم من أنزل عليه الكرآن صلى الله عليه وسلم فالطفيل ابن عمر سمع بعض آيات الكرآن بتنساب من بين الثنايا النبي صلى الله عليه وسلم فراح مكلم نفسه وراح شايل أبن وقال ليه يا طفيل هو أنت صغير أنت راجل شاعر كبير جدا وراجل يعني سيد في قومك هو أنت ما تعرفش الحلو من غيره أنت ما تعرفش الحكم الباطل طب ما تروح تسمعه يمكن يكون اللي بقوله ده صح ويمكن اللي بقوله غلط فأنت لا تقدر تحكم أنت راجل شاعر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت الذي تزعم أنك نبي قال أجل قال ويوحى إليك من السماء قال أجل قال اقرأ عليه شيئا مما أوحى إليك فبدأ النبي يقرأ عليه بعض آيات الكرآن طفيل ابن عمر الدوسي راجل شاعر كبير جدا فقال لا لا ده مش شاعر ولا سحر ولا كهان لا لا ده كلام ده أول مرة أسمعه فأسلم الطفيل ابن عمر الدوسي في التول لحظة فلما أسلم يعني طالب ابن عمر الدوسي فبما تأمرني يا رسول الله قال يعني استوصي بقومك خيرا وادعوهم إلى الله عز جل عصلا الله عز جل أن ينفع بك فالمهم رجع الطفيل ابن عمر الطفيل ابن عمر الدوسي كان طبعه أصلا حاد شديد فما كانش عارف يدعوه بأسلوب يعني إيه يعني أسلوب رخيك وكده فأول ما رجع لقابل الدوس أول ما دخلت عليه زوجته قال لها إليك عني أرى بليش ليه في إيه ده يعني أنت لسه جاي في الصفر وأنا جاي استقبلك يعني في إيه فالها أنت على ديانة غير ديانتي وأنا لا أريدك خلاص بقى فكل واحد يروح لطريقة طب ما تقول لي أنت على ديانة إيه ويمكن أننا كمان أكون معاك فربق مع بعض فعرض عليه الإسلام فأسلمت خلص لأنا أسلمت جاي دخل عليه أبو قال له إليك عنه أنت رجل المشيكل وأنا مسلم طب يا ابني أعرض عليها فعرض عليه الإسلام فأسلم المهم بس كان بيادعب بالسلوب يعني جديد شوية طب أبوك وأمك وأخوك وأختك وزوجتك هيستحملوك إنما الناس اللي بغربش هيستحملوك ففعلا بدأ يعرض الدعوة بالسلوب ده أي حد يا رب يقول ليه إليك عني خلاص إليك عني طبام فمحدش قبل الدعوة بعدها الطفالة بن عمر الدوسية رجع للنبي صلى الله عليه وسلم والحديثه في الصحيحين فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ادعوا الله على دوس فإن دوسا أبت وكفرت حد شفوه ما عايز يوسطهم خالص فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى وسلم وص الصحابة وداخل عليه الطفال يقول له الكلام ده فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه أخاب ربي هذه الصحابة بنفس اللفظ الحديث يقول لك فوضعوا أيديهم على رؤوسهم وقالوا هلك الدوس طبعه ما النبي هيد على حد ده خلاص يعني ده خلاص ضايع يعني فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال قل بل بقى النبي هيد على دوس أبدا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم نبع الرحمة وينبع الحنان يدعوا على الناس دي أبدا فقام النبي ودعا لهم قال اللهم هد دوسا وات بهم يا الله تعرف تكون كده تعرف تكون رحيم في دعوتك تعرف ما تدعيش عن الناس حاننا جمعها بعض مع بعض إخواننا الدعاء بلسه يعني بيبتدوا في الدعوة فلاقيه قاعد بيتكلم ويقول وحصل وقرى ومش عارف إيه والفنان الفلاني أسأل الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز المختار قال له طب ليه يا أخي ليه تدع عليه وليه ده رجل الفنان بيفعل الفسق والمجون وشايف قال له طيب هو بيفعل الفسق والمجون وبيفعل أشياء ووقع في كبائر لا حصل لها ولا حدود أنت كده كده رفع إيديك بتدعي طب ما بدل ما تدع عليه طب ما تدعي له يقول له هدعي له أقول له هو الله يدعي له ما هل زي دوت لو اهتدى ما هيبقى في ميزان حسناتك ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خيره لك من حمر النعم وبعدين فوق ده كله ده لي أتباع وليه جمهور فلو دوت التزم ما الجمهور كله هيلتزم والموقف ده حصل معاها والله يا جماعة بس بما كان لكم بس قصة الطفيل فالطفيل رح إيه قال لنبع السلام ادعو الله على دوس فإنها أبت وعصت وكفرت فقام نبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي دوس وقتي بهم حب لك وبالفعل اهتده الدوس وقات الله عز وجل بس فين بقى في آخر من جاءت من الوفود وكان معهم مين كان معهم أبو غريرة فأسلم أبو غريرة شاف موضوع الخصة اللي عايز أحكيها لك إن في يوم من الأيام كنت راجع من إحدى الرحلات الدعوية في إحدى البلاد العربية وانا راجع وبعدين الناس قابلوني في المطار وده بيسأل سؤال وده بيسلم وده بيقدر في حضن وشاف إيه فإحنا اتعطلت شوية فاطلعت آخر واحد الطيارة خبارة فأنا طلع الطيارة لقيت واحد من مشاهير المطربين في مصر يعني مشهور جدا جدا يعني علم يعني وصوره في الجرائد والمجلات وفي الشوارع وكان ذا كله فالمهم فلقيت وقف على باب الطيارة بيتكلم مع المضيفة فهم تدخلت وتذكرت موقف معين كان من أجمل المواقف اللي أنا قرأت عنها في السيارة الموقف ده رضي الله عنه ورضاه إيه اللي حصل في الموقف معدي عبدالله بن مسعود على واحد من المطربين اللي كانوا عايشين في عهده اسمه زاذان زين ألف ذال ألف نون اسمه زاذان شاب صغير صوته جميل جدا جدا وكان بيجمع الشباب قدام بيته ويجيبوا الخمرة ويجيبوا العود هو يعزف عود ويغني وصوته جميل جدا هم الشابوا خمرة ويستمتعوا بجمال صوته فعدى عبدالله بن مسعود قدام زاذان طبعا لوحد غير بقى عبدالله بن مسعود كان له بس يلا خش كسر كسير خبط خبيط غير منكر اقتلهم فهم زي ولا عوارهم ولا كسروا العود وكاملوا ودلوا الخمرة لا ما عملش كده عمل ايه عدى من قدام زاذان هو بيغني فقال ايه نفس اللفظ الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله شوف يا اخي الكلمات الجميلة شوف التعبيرات الحلوة شوف الدعوة الحلوة الجميلة السهلة الميسورة هاي دي المسألة فاول ما قال الكلمة دي زاذان سمع عبدالله بن مسعود بيقول بعض الكلام بس هو ما عرفش عبدالله بن مسعود ده اولا سالين ما عرفش هو قال ايه فراح مكلم الناس اللي حواليه قال من هذا الرجل قالوا هذا عبدالله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وماذا كان يقول قالوا كان يقول ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله على طول في ساعتها الكلمة وقعت في قلبه ورح ماسك العود ورح مكسره ودلأ الخمر وجرع عليه وقال أنت الذي قلت كذا وكذا قال أجل فبكى زازان وقال أشهدك أني قد طبط إلى الله عز وجل واحد غير بقى عبدالله ربما سعود يقول له أخيرا عرفت بقى يا سيد أنت كنت على باطل وقال بقى أخيرا طبط إلى الله عز وجل الحمد لله أنت بقيت كويس قبل ما قالهش كده عبدالله مسعود لما نقابك وقال له أشهدك أني قد طبط إلى الله عز وجل فبكى عبدالله بن مسعود وقال بعد أن أخذه في حضني قال وكيف لا أحب من أحبه الله عز وجل أما علمت أن الله عز وجل قال أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالموقف ده جرى قدام عيني وأنا داخل على المطرب ده والله رح تداخل عليه سلم عليه وأنا مبتسم وبسلم عليك حرارة شديدة جدا طبعا الموضيفة لما لقيت داخل أسانا عليها رح ماشي تتعني فقلت بسلم عليه سلام عليك وأستاذ فلان طبعا أنزلوا الناس منازلهم مش أجل أقول له أنت اللي بتغني وبتعمل كذا وشف إيه لأ دخلت عليها على طب ساعتها الأستاذ فلان قال لي آه حيك تعرفني قلت له هل يخفى القمر فالراجل حس بفرحة شديدة جدا أنه واحد زي حالاتي يعرفه أخذ بالك فقلت له هل يخفى القمر فقلت له بجدد قلت له طبعا عرفك والله فوقفت أكلم معاه شوية ودردش معاه وبعيدا تماما بقى عن الأغاني حلال والله حرم كانت يعرف معوضه تاني خالص وبعدما كلمت معاه روحت واغد في حضني وقلت له بنفس اللفظ ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله الدعوة الرحيم يا جماعة الدعوة اللي يكون بأسلوب بسيط فنرجع لموضوعنا بقى فالطفيل ابن عمر الدوسي كان من ضمن الناس اللي في ميزان حسناته أبو هريرة الذي أسلم على يديه وعاد أبو هريرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم باربع سنوات يا أبو هريرة اللي ملت دنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم أو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع سنوات أربع سنوات فقط بس عمل يبقى خد بقى الموضوع بجد زي ما بقولك لما تلتزم التزم بجد مش مغرب بقى لحية وطوب وخلاص ومعاملات سيئة جدا أخلاقيات سيئة عيازا بالله عقوق والدين إساءة إلى الزوجة إلى الأولاد لا 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 الدين المعاملة وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح فالمهم سبحان الله أول ما أسلم أبو هريرة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي على شبع بطنه الناس اللي بتتهم أبو هريرة لا أبو هريرة كان ممكن يروح ويتاجر ويبيع ويشتر ويبقى من أغنى أغناء الصحابة لكن هو فضل إنه هو يفضل مع النبي عشان يعود ويستدرك العمر اللي فات ويلنق الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم للأمة خب بالك ولذلك خب بالك من حاجة كثرت رواية أبو هريرة وحفظه الحديث للنبي ده كان معجزة مش لأبو هريرة كان معجزة للنبي إيه الدليل على كده حديث روال بخاري بس بعدما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حديث روال بخاري إن أبو هريرة في يوم الأيام راح للنبي ودك الكلام ده كان في بداية صحبته للنبي قال له يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه فعمل إينا مع السلام قال أبسط ردائك فشل الرداء كده على كتافه ورحبصت على الأرض فقال اسمع مني ثم اجمع ردائك فلن تنسى حرفا بعد اليوم خب بالك بقى من الكلام فأبو هريرة رحبصت الرداء والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث الكلام ثم قال بعد ذلك اجمع ردائك فجمع الرداء يقول أبو هريرة فوالله ما سقط مني حرف بعدها ولا نسيت كلمة يبقى حفظ أبو هريرة الحديث النبي ده في حد ذاته يا جماعة معجزة للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم فبدأ أبو هريرة ما شاء الله يبقى موسوع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة صاحب النبي أربع سنوات لبست النقاب النهاردة النقاب مش آخر الدنيا خلاص مش هو ده النهاية لا ده البداية لبست النقاب لبست الحجاب جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك ويسبتك ابدأي بقى ما شاء الله حفظ كرآن طلب علم دعوة إلى الله بير والدين إحسان إلى الجيران معاملة طيبة للزوج طاعة للزوج في غير معصية الله تربية أولاد نشأة على الكتاب وعلى السنة ما شاء الله تبقي داعية إلى الله تبقي صورة للإسلام انتصر محمد بن عبد الله يوم أنصاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات الكرون ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم وكما قال القائل نريد أن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية كلنا قلنا لا إله إلا الله محمد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه من النهاردة يا جماعة اللي بيشهد الإسلام شهادة عملية بالعمال والأفعال والأقوال والأخلاق والمعاملات وفين يا جماعة؟ فين؟ فين أخلاق المسلمين النهاردة؟ فين معاملات المسلمين؟ تعالى بص على المحاكم تعس أن نص البلد رفع أواضع النص الثاني ليه؟ مشاكل مشاكل بعد عن الأصلين عن النبعين الصافيين عن كتاب الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد مهازل إنما لو الناس عادوا إلى شرع الله وعادوا إلى هدي رسول الله والله لا تجد مسلم مسلم واحد رفع عضيه على مسلم تاني ليه؟ خلاص بقى فيه تسامح وفيه وده وفيه إخاء وفيه صدق في المعاملة فيه أمانة فيه وفاء فيه أمانة فيه كل خير بقى وقبلة ولذلك الإسلام لما تبص الإسلام انتشر فيه بقوع الأرض بإيه؟ بالمعاملات يا جماعة مش بالكلام مش بالمنظر مش بالمظهر مش بخمار ونقاب ولحية وتوب لا 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 انتشر الإسلام بالمعاملات والأخلاقيات كان يجي الناس الصحابة كان مثلا الصحابة أو التابعين يجي خش الأسواق بتاعة البلاد اللي بيروحوا يدعو فيه إلى الله عز وجل وانتشر خبالك مش على أنت وعلماء كمان وبس على يد التجار التجار تجار اللي النهاردة لو واحد شاف تاجر من تجار اللي بيتاجره في بعض البلاد عيزا بلاه يتفتم بسوي الأخلاقيات وعدم الأمان وكان لا 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 كان التجار بقى تجار تاجر أمين لا يغش ولا يخضع ما شاء الله عارف أن مهمته في الدنيا ما جئنا إلا لنعبد الناس كلها لله كما قال ربعي بن عامر لرسطم قائد جيوش الفرس لما سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام ومن دوق الدنيا إلى ساعة الآخرة قبلة كان يجا راجل المسلم التاجر الأمين الوفي واقف ما شاء الله في السوق ما شاء الله الله أكبر غض بصر أعديق القرآن مشغول بطاعة ربنا سبحانه وتعالى وقت الصلاة يقوم للصلاة ما فيش حاجة يسمها العمل عبادة ويسيب الصلاة لا أول عمل عبادة من نوافل العبادات صح بس بشرط أنه ما يلهنش عن عن العبادة الأصلية وما خلقتوا الجنة والإنسة إلا إلا ليعبدون واقف غض بصر راية القرآن ذكر لله تسبيح البضاعة محطوطة آسم البضاعة البضاعة اللي مش كويسة على جن والبضاعة الكويسة على جن ما فيش حاجة يسمها لحط ده على الوش لحط ده تحت والكلام ده كله لأ ما شاء الله أمانة في البايع والشراء يجي الراجل كافر هل عندك قمح عندك قمح عندي أمح بس أخوية اللي هناك ده عنده أمح أفضل من اللي عندي إيه ده في حد في الدنيا بيعمل الكلام ده فقال له ما دينك يقول له دين الإسلام وهل دينك يأمرك بهذا الخلق يقول له نعم يأمرني بالخلق ده يقول له طب أعمل لاش يدخل ديني يقول له أشهد الشهادتين فأشهد وقال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الصحابي ده عمل إيه آه فقد درهم درهمين ثلاثة لكن كسب رجل دخل في دين الله يقول له واحد تاني عندك شعير أنا عند شعير وشعير جيد جدا جدا بس ياردت اشتري من أخوية لجنبي طب ليه أصد أخوية لجنبي ما باعش من الصبح وأنا بعت كتير فاشتري منه عشاني نرجع لأولاده بأكل اليوم يه تدينك إيه الإسلام والدين ده بأمورك بالأخلاق ديت أيه نعم طب أشهد وقال لا إله إلا الله هقفر عظيم جدا أنا أفكر يا جماعة إن شاب صغير كان سبب دعوة ناس في أوتوبيس كامل بمعاملة طيبة الشاب بطلع لأتوبيس وطبيعي إنما يكون راكب أتوبيس من أول خط عفوا يعني الكومساري بيبدأ يقطع التذاكر للناس الركاب من أول لأتوبيس لحد آخره ودي بتستهرك معه مثلا محطتين ثلاثة وبعد كده يقضع كورسي بتاعه من ورا ويقفل باب الأتوبيس اللي قداماني ويبتدي بعد كده اللي طالع بعد كده يقطع له التذاكر شاب ملتحي شاب ملتزم طلع لأتوبيس وكان هينزل بعد محطتين فعبال ما جاءت المحطة بتاعته كان لسه الكومساري ما وصلش لحد عنده فلقى واحدة ستة كبيرة كده في سنة قد أماتنا قال لها حجة بعد يزد حضرتك قادي تمن التذاكر لما يجي الكومساري قولوله دي تمن التذاكر بتاعت الشاب اللي نزل المحطة اللي فات فاستغربت الست وقفت قدام الناس طلعهم يا جماعة شفتوا قادي الإسلام قادي المسلمين قادي الالتزام قادي الأمانة الشاب بنازل والكومساري لسه ما وصلوش اللي هو بيعطى على التذاكر لسه ما وصلوش وممكن يعني خلاص يعني ممكن يعد ويمشي وينزل وخلاص والكومساري ما جاش يعني أبدا لم يستحل ان هو يركب في وسيلة مواصلات عامة العائد بتاعها يعود على البلد لم يستحل ان هو يركب من غير ما يدفع التمن دفع التمن ونزل شفت دي بخلق بسيط زي كده بمعاملة جميلة زي كده بأمانة زي كده تكون سبب الالتزام عدد كبير من الناس الدين المعاملة آه الحديث ما يصحش لكن معناه صحيح بفض الله سبحانه وتعالى تعالي نشوف أمثلة تانية عشان نحفز الشباب ربنا بار فيه جميعا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي بذل النفس والغالي والنفيس محمد بن القاسم فتح بلاد السند والهند وعنده كم سنة يا شباب 17 سنة بصدق الكلام ده طب والله العظيم تخيل حاجة زي كده 17 سنة يروح يفتح يقود جيش كامل ويفتح بلاد السند والهند وتكون في ميزان حسناته أي نعم عنده كم سنة 17 سنة محمد الفاتح اللي فتح بلاد القسطنطينية تخيل يفتحه عمره كم سنة 23 سنة 23 سنة سبحان الله الناس دي بذلت بذلت واخلاصة النية لله سبحانه وتعالى ولذلك نعمل أجيب لك النمازج دي وقد طرلك من النمازج ليه عشان تقول لا ده مش واحد ولا اثنين ولا تلاتة لا ده ماشاء الله ده جيل كامل جيل كامل من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بذلوا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله من أجل أن يولغوا هذه الدعوة إلى كل أخطار الأرض إنت بقى عملت إيه قدمت إيه وإنت قدمت إيه هاتوله الصحنة ما طب إحنا هنعمل إيه يعني تعمل إيه والله قدامك حلقة كثيرة جدا ولو كانت بسيطة لا تحكرنا من المعروف شيئا اقعد كده ربنا أكرمك بيه عندك مهوبة بوصل نفسك والله الحمد لله قدر أحفظ كرآن طب جميل جمع شباب الحتة جمع أولاد الحتة اقعد حفظوا كرآن وكل حرف في ميزان حسناتك جمع البنات اقعد يحفظون كرآن اعملوا دورات علمية وعضوا كده انت بتعرف ايه انا ما شاء الله في الفقه كويس والتاني في السيرة ما شاء الله والتالت في لغة العربية والرابع ما شاء الله في علم الحديث اقعد علم احمل دورات علمية اقعد علمهم بلاش ده كله جمعوا فلوس احنا في رمضان وناس فقراء كتير جدا وناس يتامة جمعوا فلوس واعملوا زي ما بنعمل كده في مصر عندنا الشنط ما شاء الله يحط فيها أكله سمنة ورزة وسكر وطمر وحاجة كده ونبعثها للأسر الفقير يا الله بتبقى جميلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي اول حديث من نفس عن مؤمن قربة من كرة بالدنيا نفس الله عنه قربة من كرة بيوم القيامة والله العظيم حديث يؤثر هو لو بيقطع القلب حديث روابط براني في الكبير بإسناد حسن يمكن ذكرته في شريط اسمه أبحث عن إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده وأحب العمل إلى الله سرور وجابها بصيط نكرة أي سرور أي حاجة تفرح بهك المسلم سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا ولأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا يا الله ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله أو ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط يوم القيامة وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل إيه معنى الكلام ده؟ مش معنى أن نبع السلام بعدما ذكر كل الخير ده ختم بالجملة دي وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل يعني لما تحسن لإنسان ما تجيش بعدك هتمنى عليه لأن المن ده من محبطات الأعمال لما تمنى عليه تيجي تبعيت له بانطرون جيت بعد كده قابلته ملبستليش البانطرون لأ لشارهوه لك لأ ما تقعدش تزل فيه يعني فهم إزاي؟ ما تجيبلوش مثلا نعل وتدهوله عشان يلبسه هو ماشي تقوله لا خب بالك في مطاب قدامك لأ لو سمحت ما تمشيش بالشارع ده ما تقعدش تزل فيه ما تجيبلوش كيلو رز وتقوله ها عملتي في الرز طلع كويس يطر الحمد لله طعم فتقعدش تزل فيه لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى خدت بالك فإذا ربنا يبر فيكم احنا بالحلقة ديت كده ختمنا بعض الأمثلة من نمازك علوه وهمة الشباب هنتكلم من الحلقة اللي جاية إن شاء الله عن علوه وهمة الصبيان الصبيان الصورين عشان تعرف قد إيه إن انت ممكن تقدم تقدم الخير الكثير وإن انت تكون من السابقين أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السابقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إليه